من جهتها وبولاية بيجاية من أقبو انطلقت فعاليات المهرجان الوطني للشعر الأمازيغي في طبعته الأولى وطنيا بمشاركات 120 شعرا عن 20 ولاية يجمعون أعمالا ثقافية فنية في الأدب الشعر وذلك باللغة الأمازيغية حيث يتنفسون على جوائز المهرجان الذي تشرف عليه المحافظة السامية للأمازيغية ونصفة مع جمعية النجم الثقافي لأقبو نتابع المزيد مع مرسلنا من بيجاية ربح سايش ونصفة مع جمعية النجم الثقافي لأقبو نتابع المزيد مع مهرجان الوطني للشعر الأمازيغية ونصفة مع جمعية النجم الثقافية من الأمازيغية قد نتابع في الشعر الأمازيغية ونصفة مع جمعية النجم الثقافي لأمازيغية إذا كانت هذا الفيتيفان من أصدر المظاهر ونصفة مع جمعية النجم الثقافية ونصفة مع كل طبعته القائمون على هذا الميرجان الثقافي الأمازيغي يطمحون لترقية هذه التظاهرة الجامعة لتنوع ثقافات الأمازيغية من مختلف مناطق الوطن جئنا هنا في المنافسة الشعرية اللقاء الشعري الأمازيغي في منطقة أقبو حاجة هائلة يعني الفكر جميل يعاون التنمية يعاون أفكار البشرية الفرحان قراني من العيوك ذي موسنى ونم قراني حسغي ماني ومكنيتش مغور عذي ثمتين ومولاذ نكيني سكوت دوغرزات سكوت قديم عذي ثموسني وذي الفهامة قواناك يعنى نذلسة مازيغة كسو مثا أداء وكشف لامينة العامل المحافظة وفضت السامية للامازيغية حصريا لقناة النهار كشف عن جراء تعديلات في مضمون المسابقة الوطنية لجائزة رئيس الجمهورية للغة الامازيغية بقبول من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يضمن خصوصا تخفيض سن المشاركة في هذه المسابقة إلى عشرين سنة أسلوين تجدو داماس عبد المجيد تبون إفكاد الموافقينيس وكن نخدم تعديلات ذي المرسوم الرئاسي ديس في الدن أرزاقين أكن قار تنخطم زواروس وزاليس وذي لان عشرين سنة سدو زمارناتكين زي حي كان ولاش في السنة ديس قاموا تقين أدي في الدن لمند تزيريك تيس خمسان إلا وغليف المينيستر ديب تيتي دعقال دعن إلا قنف كتاف تدريم تفغس تيويد خدمان أماذا لجنة التحكيم أمان تتويلاث إلا قد نسفهم بلين أرزاقين غمنيث المرسوم الرئاسي أدي دع أدي در أدي الحون أدي تشغال يالس قواس نوالا غير باتزيري نقيا دان شراب وينيبوين أراز وقف لدي دواروس قواس أهلا سيوغال دادلس ناغ لابلكاشن